النهاردة مركز بحثي امريكي مطلع دراسة بيتكلم فيها عن الهجمات المحتملة في العالم في 2018 العام الجديد اللي هيبدأ بعد عدة ايام او اسبوعين حاطت سينة في مقدمة الاماكن دي وانه بيتوقع هجمات ارهابية عنيفة خلال 2018 يبقى سينة ظهرت معايا في الفريق التراس في تصريحه لما انا بقولك ان مرسي كان عايز يوطن 12 الف وظهر عندي في مركز بحثي مجلس العلاقات الخارجية للبعوث في امريكا بيقولك في 2018 هناك حجمات ارهابية محتملة في سينة دي الاماكن اللي هيبقى فيها دي قارة العالم بس في جزء منه الاتحابات طب احنا هنعمل ايه في سينة هو انا وانت كمواطنين احنا حاسين بدا ولا لا يعني احيانا بتندهش لما تيجي تقعد مع بعض الشخصيات سواء كان مواطنين مسئولين رجال اعمال عقلهم لسه واقف عند عام 2010 وبيتصرفوا زي عام 2010 لا انت الان في حالة حرب وانت عارف انا ما بحبش استخدم فكرة المؤامرة او الفزاعة بس انت امام تقرير امريكي عليك ان تلتفت اليه تلتفت اليه لان انت برضو لازم تربط ده بما قاله الرئيس التركي هو الدواعش لموا اخذه بعد ما خرجوا من العراق هيروحوا فين ايه هي المناطق الحاضنة انت امام رئيس دولة كبيرة هي تركيا دولة اقليمية بيقولك مباشرة ان الدواعش عندك في سينة وجرأ نقلهم وتسفرهم